ما زالت ردود الفعل الغربية الرسمية على الغزو الروسي لأوكرانيا تمثل ازدواجية معايير فاضحة وتتعارض مع الخطاب السائد لدول بعينها إزاء التعامل مع الأزمات في المنطقة العربية وفقا لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي المؤسسة البحثية وفي أحدث تقرير لها سلطت الضوء على الموقف الغربي ووصفه الحرب الروسية ضد أوكرانيا بأنها غزو وانتهاك للقانون الدولي إذ سرعان ما حشدت تلك الدول الإمكانات ضد موسكو عبر تسليح كييف ودعم حقها في استخدام القوة ضد الاحتلال الروسي فضلا عن محاسبة موسكو أمام المحكمة الجنائية الدولية على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وعزلها عن النظام المالي والمصرفي العالمي بالمقابل وفي حالة المنطقة العربية فإن الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا حاليا شاركت في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أو تجاهل بعضها ذلك الغزو ليتم تأطيره على أنه تحرير رغم تداعياته الكارثية المستمرة منذ 19 عاما علاوة على ذلك وعلى مدى عقود تجاهل الغرب أيضا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعطل أي محاولة لتجريم انتهاكات الاحتلال وعتبر المقاومة الفلسطينية والعراقية إرهابا مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي كشفت عن مساع تبذلها منصات إعلامية عربية مقربة من الأنظمة الاستبدادية باتجاه دعم بوتين وإظهاره بصورة الرجل الخارق الرافض للهيمنة الغربية متغاضية عن دوره في دعم نظام بشار الأسد وتدمير سوريا ومستغلة سرد التناقضات الغربية إزاء غزو أوكرانيا وغزو العراق لتبرر التقارب باتجاه المعسكر الشرقي واحتماء حكومات مرفوضة شعبية بالصين وروسيا ومع تشابك الأحداث واحتدام الصدام بين الأقطاب المتصرعة يبقى العالم العربي وفقا لمؤسسة كارنيجي كئيبا بلا ملامحة موية تنتشل شعوبه من آثار فقر مطقع بينما تتجه عدة بلدان فيه نحو أن تصبح دولا فاشلة لا يجد سكانها خيارا سوى الهجرة منها بعد أن يائسوا من إمكانية التعافي ترجمة نانسي قنقر